نسمع لا مستحدى بحرك الترفع في اللباس تواضعا انظر هذا التبويب الجديد انك تترك افضل اللباس وانت قادر عليه تواضعا لله عز وجل يعني عندك قدرات تشتري ثوب ابو السبعمائة وخمسين دينار عندك قدرة اذا قلت لا اذا هذا الحكي من طبقش قال انا تركته تواضع ما انت اصلا تمالك ما عندك قدرة تشتريبه سبعمائة وخمسين قرش مش دينار سبعم اراته نصف تقول لي غيري خليه بخمسين فنعم هناك ثياب سبعمائة وخمسين دينار عندك قدرة تلبس ساعة ام العشرة الاف دينار شو عشرة الاف دينار شو هم تشتري شقة اه في ساعاته بعشرة الاف دينار لكنك تركتها تواضعا لله هنا بظهر التواضع اما حضرتك من وين والله يا شيخ انا عايش في الزنقية الافلانية بس انا ساترك هذا تواضعا لله ما انت لو تبيع زنقيتك كلها بتجيبش متين ليرا جاي يتقول لي تركها تواضعا فهذا معنى من ترك لباسه تواضعا انه عنده قدرة ومع ذلك يتركها قادر يركب سيارة حق عشرين الف لكن ما بدو يركب سيارة عشرين الف ليش تواضعا لو ركب جايز بشروط الشرط الاول ان لا يتطاول على الناس اثنين ان يكون من حر ماله بش متدائن ثلاث ان يكون لي شيء معتبر مثل المتانة والجودة والقوة جايز ومع ذلك يتركها تواضعا لله قابلت احد اخواننا اللي بيحضروا معنا الدرس واهله يعملون في السيارات فقال احيانا يحتاج اخوتي الى سائق وساعدهم يعني مساعدة بش عمل وساعدهم في ركوب سيارة من السيارات الفاخرة قال يا شيخ عندما اركب سيارة حقه سبعين ثمانين الف سبحان الله اجد في نفسي شيء ما عندها مشيه له لسه لسه بس قابلوا يسوقها منه وله هنا يضبط الصفة ويمشي له اثنين كيلو فيها ينقلها من مكان لما كان ودي على الفحص يفحصها لما يعني كل مشواره ايش سعتين زمن وعشرة كيلو اللي ماشي فيهن بس بدي ودي على الفحص ولا بدي ودي على الغسيل ولا بساعد اخوته قال يا شيخ اجد في نفسي شيء وانا ماشي والناس تطلع علي راكب سبعين ثمانين الف سيارة فاذا يا جماعة من ترك الشيء وهو قادر علي والله هذا التواضر اما حضرتك كل اللي معك الفين ليرا تقولي والله انا تارك السيارة من الخمسين الف انت شو تارك يا حبيب والله ارضا عليك خليك ساكت الله انت اصلا ايه ما معك انا تارك الثوب اللي بيش ابو السبعمية وخمسين ديار انت اصلا ايه ما معك لا تقولي تاركت ايه قال تركت الساعة ام العشر تلاف دينار ايوه احنا لو نبيعك بحالك بتجيب عشر تلاف ولا حوله ولا قوة الا بال نعم اذا هذا هو التواضع انت تستطيع الشيء عشان هيك بتلاقي معا خمس تلاف دينار شوف التواضع العكس بدو يركب سيارة ام العشر تلاف قال بدفع خمس تلاف دفعة وبظل علي خمس تلاف بصي وين هذا وين هذاك هذاك معا العشر تلاف بدو يركب سيارة ام الخمس هذا معا خمس تلاف بدو يركب سيارة ام العكس شفتوا كيف العكس سماما وين التطبيق وين الزهد في الدنيا وين عدم التطاول على الناس وين التواضع انتبه يا جماعة كيف الامور عندنا منقلبة نسمع الحديث وعن معاذ ابن انف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه ظلكوا ايش ذاكرينها قال من ترك اللباس تواضعا لله دعاه الله اصلا هذا القيد لو لم يذكر فهو تلقائي جاي فاذا هذا القيد ايش بياني اي خرج مخرج الغالب ان الذي يترك اللباس يتركه تواضعا لله اي عز وجل نعم دعاه الله يوم القيامة على رروس الخلائط حتى يخيره من اي حلل اليمان يندسوها اه الان اجاك يوم القيامة يلا فزت ليش انت كنت تستطيع تركب احسن سيارة ومع ذلك قفت على حالك تتطاول على الناس فاركبت سيارة مطوض يلا تقول لك مكافأة انت كنت تستطيع تلبس احسن لباس ومع ذلك تركته لبسة لباس انبين انك واحد من عامة الناس عشر عشرين ليرة انت كنت تستطيع تلبس احسن هداء احسن ساعة احسن نظارة احسن طقية احسن ومع ذلك تركته لله شوفوا فضل فضل المال المال كيف بيدخل عليك اجهور من جميع الجهات احسن الشيء المعتبر معتبر احتى ما يكون فيه عندك تطاول اذا انت طلعت على العمرة ما في داية تخبر الناس اذا ربنا اكرم اكون زلت في فنادق فاخرة ما في داية تخبر الناس ملاش يكون فيها تطاول على الناس هو مسكين ساكن في محبس الجن وراجع مجنون العادي او ما شابه او حطوه في العزيزية لسابعد وراجع يقول لك والله الحمد لله بسهله بركب و بنزل و بمشي و كذا اجبروا بخاطمة بتقول له شو جن تحكي لوش خليه مبسوط انه سكن وين عند الجن وعند العزيزية وعند الكذا حتى ما تتطاول على الناس طبعا طبعا انت ليش انزلت في هاي الاماكن لك حالتان حالة ان هذا يعينك الذهاب الى الصلاوات الخمس و يسهل عليك الذهاب فلا تجد عناء في اداء الطاعة فهذا لا صلة له بالتواضع لان هذا التواضع وسينعكس عليك ان يمنعك بعبادات وطاعات وقربات قال انا تواضعا ساسكن فيه عند الجن والصلاوات ولا ما قال انا روح ولا صلاة شوف فايدة الجن بتاعك تواضع لا عند قدرات تسكن على البلاط طبعا فضل الله معاي وكذا اشربنا مع طيدي اسكن على البلاط بس ايش هتخبرش حالة كل واحد قولا انت متصور هيك جنبل ونزلي على الفيسبوك ونازل للناس هكذا تكون الحياة وليس كحياتك ايه انا تطاغل على الناس اذا واحد صمم عليك وين ساك يعني اخبرته هيك عرضا ما في مشكلة اما اما بيش الاصل ربنا اكرم كروح الطيران التفاصيل في جداعي خلص ما وصلنا عمره ما ركب طيارة هو هيو بده يموت لغاية الان لم يركب ولا مرة ايش طائرة ممكن تنصح تقول الطيران نوعان طيران امن وطيران غير امن انا في الاردن طيران نوعان طيران امن وطيران غير امن يعني مش مضمون اذا طلت الله اعلم شو يصير فيك هذا رخيص فبعض الناس بقولك ما في مشكلة بشي سمع طيارة انت ايه لك تنصحه تقول له والله لابد انك تشهد قبل ما تطلع وتذكر الله عز وجل وتصلي على رسول الله واكثر من ذكر الله وبجوز هو يصل وانت توقع الله هو اعلم توفيق من الله او اخيرا لكن كيف غير امن غير مصرح له بالطيران الا في اماكن معين منها الاردن سمحوا الاردن طير عادي ما في مشكلة توكل الله طب مننروع على دول لا لا ايه ممنوع لا تصلح هذا الطيران والمواصفة يعني بدك لتكون حذر النيات شو نيتك تطاول ولا نصيحة رحت على المدينة بالقطار هو رايح في باص ايش صيني ابو خمسين ريال ورايح ايش نازل خذ فيه ورايح جاي ومبسوط والله الحمد لله انها مسهلة والله ما فيه احلى من هيك متعة متعة السفر بر متعة التنقل خلص خليه مبسوط لكن اذا نصحته تنصحوا لي وجه الله اخي شو جاب اذا فرق بين النصيحة وبين التطاول على الناس نسأل الله ان نكون نحن وياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه ونكمن ان شاء الله في درسنا القادم وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة